بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سلام عليكم حبيباتي إن شاء الله كامل تكونوا بخير وقت ما لحقتكم هذا الفيديو يعني استناداً للطالب العديد من المتتبعات الغاليات كنت درت معاكم في الفيديو السابق وصفة العجين المورقة الرائعة جداً كما كنتوا تشوفوا يعني ناز إعجابكم نالت استحسانكم بزاف لي جربوا الوصفة يعني ورجعوا يكتبوا لي في التعليقات ونقول لكم لي ما جربتاش من مقولك حبيبتي أرجعي للفيديو لي قبل هذا وصفة رائعة جداً يعني أسهل من هذه الطريقة صدقوني ما كمش رايحين تلقاوا ويعني أحسن من هذا التوريق إن تحديكم تلقاوا وصفة أسهل ويعني وأروع من هذه كما راكم تشوفوها كنت شاركتهم معاكم في الفيديو السابق وهنا يا حبيباتي درت لكم التطبيق له هذه العجينة المورقة حذرت لكم بها بلاتو مملحات جد راقية بوحدة تحضير يعني من أروع ما يكون قلوا بسم الله وعلى بركة الله لا تنسوا ليش الجام في الفيديو أخواتي فضلاً وليس أمراً نبدأ هنا يا حبيباتي بالحشوة الأولى المملحة الأولى في ميقلات وضعت كمية من الزيت طبعاً النار هنا تكون متوسطة وضعت هنا بصلة تكون متوسطة قطعتها يعني قطعة تكون صغيرة بهذا الطريقة على نار تكون متوسطة ونخلي البصل التعيحة حتى يتكرمع كما راكم تشوفوه ومن هذا المنبر نقول لكم حبيباتي اللي دخلتوني جدد مرحبا بكم نورتوني وشرفتوني وشرفتوا قناتي فرحتوني ربي فرحكم يعني بتعليقاتكم الرائعة اللي خليت يوم لي في الفيديو السابق نقولكم ألف شكر وجزيل الشكر على كامل تعليقاتكم وضعت هنا يا حبيباتي نصف صدر دجاج كنت رحيته وهنا يا ملعقة صغيرة تعثوم مرحية بنسبة لتوابل درت ملح فلفل أسود عندي كصبر نخلط هنا بالملعقة الخشبية حاولوا أنكم مليح تفتحوا هذك الدجاج يعني باش ما يتكتل شي معاكم كما نعرفو يعني أبيض الدجاج ولا صدر الدجاج بسهولة يتكتلي ذلك حاولوا أنكم يعني بالملعقة هكا الخشبية تفتحوه جيدا حتي يتحمس معاكم بهذه الطريقة هنا يا حبيباتي تنقصوا مليح للنار يعني حتي انت تأكدوا تماما بلي طابلكم مليح هذك الدجاج هنا يا عندي ملعقة تعجبن تعلبيدون يعني الجبن الطري أي نوع أجبان عندكم ضيفوها وهنا يا عندي هذ الكريمة الطازجة الخاصة بالطبخ كما راكم تشوفو النوعية هذي إلا بزف هيلو وبزف هيلو وبنينة ضفت هنا يا حوالي واحد الفنجة الهكاك تعل كريمة طازجة نخلط جيدا كما تعرفوا يعني الكريمة الطازجة مع الفرماج مع يعني صدر الدجاج يعني مع هذك البصل وش نقولكم هذا الحشو نتمنى كامل تجربوها وتسيوها بزف هيلو وبزف ابنينة نشوحها هنا وحفزو شتقيق فقط ونطفي على الحشواء هذه ونخليها تبرد جانبا ونرحوا هنا يا حبيباتي نحضروا المملحة الأولى بالنسبة المملحة الأولى هذه حصرية على قناتي يعني ما كونش رايحين تلقوها في بلاسة واحدة هنا يا حبيباتي والتي هي مملحة الوردة نجيبو هنا يا حبيباتي يعني حبيبت تستعملها يعني للمدى الطويل ولا تحضيرها رمضان تخبيها في المجمد هنا يا رشيد سطح العمل تاعي بشوية على الفارينة بالنسبة هنا يعني للفارينة رشور الشخفي فقط بهذه الطريقة ونبدأ نطرح في العجينة المورقة تاعي بالنسبة العجينة هذه يعني بزف تعطيكم الطوع يعني بزف هيلو قوامها ولا أرواح هاوليكم هني هني السونك التاحة نجيبو هني أي قطاعات تكون عندكم أنا هني عندي على شكل وردة كيف ما راكم تشوفو يعني القطاعات هذو تعل الحلوية تعل قريب ويش تعل يصاب لي هاي لكم نقطعه هني على شكل وردات بهذا الطريقة واللي عندها يعني القطاعات هتكون هذو تعل احسن احسن انا عندي هذي يعني بغيت الحجم لك شوية كبير هاي لكم نبدأ هنا يا حبيباتين نحي للوردة التوعية سيتنح معاكم بكل سهولة هنا بالنسبة لشيت هذو شوفو كيف نتعامل معاهم يعني تطويهم بهذا طريقة ما تعجنوهاش بش متخسروش هذك التوراق شوفو هنا كيف شطويتها فقط يعني قلبتهم على بعض ونزيد نكمل نطرح بكل سهولة نقولكم هنا يعني هذو ليشيت مطرح وحش تعجنوهم لأنكم رايحين يعني تضيعو هذا التوراق ونزيد نكمل هنا يعني نطبع ثنين فقط رايح نطيب هذي المملحات في البلاطو الخاص بلي مادلين رايح رايح معايا هذو يعني ليشيت هذو نديرهم في بابي فيلم ونخليهم جانبا نجيب هنا يا حبيبيتي كما راكم نشوف هذا المول تع المادلين ونجيب هذو الوريدات ونحطوهم بهذا الطريق يعني طريقة بزاف بزاف سهلة صدقوني مملحات ولا أرواع يعني شكلهم بزاف راقي يعني مع هذا الحش وش نقول لكم بزاف بزاف هايلين نتمنى تجربوهم اللي عندها الضياف يعني كين وحدك تبتلي في التعليقات قلت راح نجرب العجين المورقة تاعك وديلي بيها مملحات لانه جاي نحمر وجهي نقول لك حبيبتي درت لك هذا الاقتراح وان شاء الله يعجبك لا تنسوا بليش حبيباتي واخواتي فضلا وليس امرا توضعوا لي لايك للفيديو وتشتركوا لي في القناة اذا كنتوا طبعا ما كمش مشتركين اشتركوا فعلوا زير الجرس بيوصلكم كل جديد وبإذن الله رايح نزيد ندير لكم يعني راح نزيد نخدم من هذا العجين المورقة ونزيد ندير لكم بها وصفات اخرى من بينهم الكرواصو تلبية لطلب متتبع كذلك كتبتلي في التعليقات الخاصة بالفيديو السابق فقط نقول لكم يعني خليوا متابعة للقناة ورح نحط لكم كامل الوصفات ان شاء الله هنا بعد ما كنت حطيت كامل هذو الوردات في المول التعنا جبت هذا كل الحشو اللي كنا طيب نهما بعض طبعا هنا الحشو يكون بارد يعني ما تدير ه سخون يغلي ونبدأ هنا نهز مقدار ملعقة ونعمر هذو الوردات التعنا بهذا الطريقة بالنسبة لهذا الحشو يعني ما ميجي كومش ناشف يعني يجي مشمخ شوية يجي هاي المشاء الله لأنه في هذك الكريمة السائلة وهنا من فوق نجيب جبن المبشور بالنسبة الجبن المبشور النوعية اللي نستخدمها واللي هي نابولي يعني يذوب يعطي نتيجة هاي نحط لمهنية الجبن المبشور نروح للحبيبيات بالنسبة للطهي تعال العجين المورقة والله هذو اللي صالي بالنسبة للفرن يكون مشعل مسبقا على درجة حرارة يعني الاقصى طاحا من بعد كين دخلوا المول التعنا الخمس دقائق الأولين حتى العشر دقائق الأولين يكون بزف قاوي من بعد يعني بدأ تتورق نرد درجة الحرارة تكون متوسيطة ونخلي اللي صالي يطيبوا في غرضهم باش تتورق معاكم العجين تعكم ضروري انكم تعطيوها وقتها في الطياب يعني الحاجة اللي تخلي العجين المورقة تعكم تنجح يعني في اللي صالي ولا انكم تعطيو وقتها في الطياب يعني قدما تعطيو اللي صالي وقتها في الطياب قدما يتورقو لكم ممليح اما اذا شلفتو هم يعني ما رايحش تورقو لكم من الداخل اذهب هنا يا حبيباتي للنوع الثاني واللي هو لي كورني كما كنت تشوف اطرحت العجين التاع لسمك يكون شو يرقيق وقصتهم شرائط كما كنت تشوف الصورة توضح نفسها السمك العرض تاع الشارية الواحد واحد سنتيمتر نجيب هذا الاقمع هذا الخاص بلي كورني ونهز ذاك الشارية ونبدأ نلوي فيها بهذا الطريقة طبعا الفتحة تحطوها من تحت باش لا تفتح شنعاكم بعد نكمل الكورني حضرتهم هنا في بلاطو دهنت من فوق بيضة قهوة ورشيت لهم الجلجلان وطيبتهم كذلك نروح هنا يا حبيباتي نحضر صلصة الجبن الرائعة جدا وضع نصف لتر من الحليب ثلث مغار كبار تاع الفارينا ندير هنا حوالي نصف ملعقة صغيرة تاع الملح ونضير رشة تاع الفلفل الاسود نخلط جيدا بالفوي من بعد نضي الكسر ونضي تغيلة تكون متوسطة تحريك المستمر حتى نتحصل على كريمة يعني رايح تثقال لكم شوية بالنسبة لكمية هذي يعني درت كمية كبيرة لاني رايح ندير بها وصفات اخرى بالنسبة لصلصة الجبن هذه يعني متعددة الاستعمال تديروها في فلي صواندويت شلي طاكوس ديرو فلي غراطان فلي صالي كل شي وهنا بعد ما ثقالت الكريمة نضف ملعقة كبيرة على مارغارين كما راكم تشوفوا وهنا عندي كمية من الجبن المبشور لانه هذي السلصة الجبن كدما درت لها كمية الاجبان كدما تجيكم مبنينا وهنا يدرت 2 ملااق كبيرة الفرماج يعني اي فرماج يكون متواجد عندكم كما تقدروا يديرو المثلثات هنا كمية كبيرة ونضيف وصفات اخرى اذا راكم نضيف بها غير هذا اللي صالي ديرو كمية قليلة فقط يعني تقدروا تقسموا المكونات هذا على 2 أو 3 لانه ما نحتاج منها كمية كبيرة نخلط جيدا هنا بالفوي حتى نتحصل على كريمة يعني شوفوا القبام التح بسم الله ما شاء الله جترائعة جدا كمية من هذه الحشوة تعل اللي صالي الأولى يعني هذو تعل الوردات نضيف هنا كمية من هذك يعني الدجاج هذك الليدرناليو الكريمة التازيجة نضيف لها علبة تعطون تعزل طماطم عندي كمية من زيتون الأخضر ما مقطعت و عندي كمية من الجبن المبشور و نضيف لهم كمية من 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 هذك سلصة الجبن كما راكم تشوفوا بالنسبة لهذا لعفخص حاولو انكم تجريوهاش بزاف خليوها بهذا القوان فقط هنا هذ لعفخص تقول اني وحد البنة اللي فيها وش نقول لكم بزاف بزاف هيلة نروح هنا يا حبيبي يعني المملحة رقم ثلاثة جبت هنا العجنة تعي رشيت بلوندت خفا يتعب شوية الفارينة ما تكثروش بزاف دي ماكي يعني كنت تستعينو بالفارينة ما تنسوش يعني تنفضو لوجه تحق يعني يعني في الوجه ما ندير ش خفيفة فقط هنا بعد ما طرحت العجنة تعي كما راكم تشوفوا على شكل مستطيل يكون رقيق رقم العجنة تعكم حطي لافغس التاعي ونجي هنا نطوي بهذا الطريقة حاولوا انكم تغلقوها جيدة باش تضمنوا انه لافغس التاعكم ما رايح تخرج لكم على برا بهذا الطريقة رايح يصور توضح نفسها يعني المملحة هذه رقم ثلاثة واللي هي البوراك التركي درت هلكم يعني بهذا اللي لابات وش نقول لكم بزاف هايل نزيد نطوي الطي الثانية فقط هاي لكم يعني بش تولي هذك الجزء الذاك اللي غلقنا به واللي هو الداخل زيت تطوي الطي الثانية فقط نطوي بزاف يعني نطوي نلف ونص بهذا الطريقة حتى نتحصل على هذا الحربوش نطوي من نوزوج يعني نطوي الحربوش بنفس الطريقة وعلى حساب الكمية اللي حبيتوها دهنت من الفوق بالبيض ورشيت السانوش بهذا الطريقة وطيبتهم بنفس الطريقة يقوم درش الحرارة تكون بزاف عالية الخمس دقائق الأولين حتى العشر دقائق الأولى تخلي ها عالية على يعني يتخلي العجين التعكم تتورق الداخل من بعد ترد درش الحرارة ترديوها تردوها متوسطة واللي يكون في الرف اللي في الواسط وتخلي وهم يطيبوا في غرض أعطيوها وقتها في الطياب يعني كيطيبوا لكم هذوق الطبقات من الداخل رح يتورق معاكم شوفوا هنا البوراك التعي كيف شاء الله صدقوني وكأن غفرات تلمو يتقر مش وحده كما كنت تشوف هنا قطعت بهذا الطريقة خلي هيدف شوية من بعد تقطعوه هنا بعد ما قطعت لي شوية من هذي اللفخ اللي درناها سابقا زدت لها هنيا كمية من الطونات الطماطم ودرت لها شوية تعل الزيتون الأخضر ودرت لها جبن المبشور و هذي سلسة الجبن حبي تنزيد اللفخ هذي ودرت لكم بها مملحة أخرى انظرك تشوفوها معايا كما راكم تشوفو سوف تلع باتي تاغي لسنك ونرقيق وقسمته على 4 مربعات بهذه الطريقة نحط الحشو بالنسبة للحشو لا تقوم بما يهب كما يخرج الكمش على برا يعني ماذا بيقام تدروا الحشو التعقم يكون شوية شد تقدروا الحشوات لكم الحرية في الحشو اللي تحب تقدروا السلق تقدروا الفيونداشي الدجاج كما تحب يعني أنا حاولت أني ندل القم بالدجاج وبالطانا هنا بعد ما حطيت هذه العفخص شوفوا هنا كيفاش في الأطراف المربع تهنتهم بصفار البيض حكذا بشكي نغلق يعني توسلي كشغول غراء شوفوا هنا كي غلقت حاول تضغط ملح بش نيخرج لكم شهذا الحشو يعني كي تضغط قبل 1 سنتين من هذه الحشية لكي تتورق معاك يعني لا تغلقوها في الحشية كامل من بعد ممكن يتفتح لكم في الفرن هنا دهن طبعا بالبيض قم حبة بايضة لشوية قهوة ودهن المملح على شكل مثلف نجيب هنا أداة تكون حدا كما ركما نشوف يعني تضغط كيتر ولا حكا موسيكون يعني بزاف حاد ونجيو هنا نتراسيو فقط ما كنش يعني تقسمو في الحبة تتراسيوها فقط ودهن طيبها بعد ما كنت خرش لكورني توعي وهما سخونين خليتهم دفعو غير شوية فقط ونحيت لهم هذو المول من داخل رايح نتنح معكم بكل سهولة هنا يا حبيباتي عذرا وأسف على يعني كنت حاسبة رحي راني زيتون الأخضر ولميتهم بالفرمج وعمرت هذو كورني التوعي من بعد دهنتهم من فوق بالفم هذا كورني درت لهم الكلمة الجبل التي حضرناها سابقا وغمصهم في هذا الجبل المبشور وحاول لكم يا حبيباتي الوريدات التي يعني المملحة الأولى على شكل وردات شوفوا هنا كيف تحمر وكيف تورق ومش كات جيد هذو كور درت لهم حبة زيتون الأخضر ودرت هنا فرمج لتاح هذا المبشور كما تقدروا لدي طماطسي غز المتوفر عندها ونضع هذو الوريدات هذو يعني يجوا بزاف هايلين شكلهم بزاف هراقي وبنتهم وش نقول لكم الحشو هذو من الداخل يجيكم شمخ شوية يعني ما يجيش ناشف والحبة شوف هنيا كيف جاء وهاول لكم يا حبيباتي المملحات التوعية في شكل التحام نهائي شوف اللي هنيا التوراق الله يبارك يعني صدقون يجوا مورقين ومقرمشين يعني تقول شي عليهم غفريت ما همش مملحات يعني التوراق التحام جاء من أرواع ما يكون نتمنى حبيباتي نكون أفتكم بهذا الفيديو نتمنى ان شاء الله يعني اللي سيات معي الوصفة العجينة المورقة اتجربهم ان شاء الله واتدير هذه المملحات يعني ونقول لكم حبيباتي بالصحة ولهنا قلت لكم حبيباتي ما نتنسى وليش يعني كام ولحظة للطياب التحام أعطيهم وقتهم في الطياب السير بشي تتورق معاكم كيما راكم شوف هذي المملحات كيف تتورق معنا وجو كأنهم غفريت يعني في القرمشة انتحم شوفوا هنا التوراق لانه تعطيهم وقتهم في الطياب التحام خليوها تدي وقتها في الطياب رايحة تتورق معاكم كل ورقة وحدها نقسم هنا معاكم حبيباتي المزاقية الوصفة بشي تشوف كيف مورقين كيف خفاف مقرمشين بزف بزف هينين انتمنى اشتركها نشارككم بالوصفة ان شاء الله فقط خليو لي متابعة للقناة بشي وصلكم الفيديوهات بحول الله انتمنى حبيباتي الوصفة الوصفة تكون نالت اعجابكم والبلاطو المملحات تكون نال اعجابكم انتمنى ان شاء الله تسيوا الوصفة الكسوس وتعلى العجين المورقة ولا هذه المملحات ما تتنسوا ليش غالياتي جام للفيديو فضلا وليس امرا خليوا لي تعليقاتكم ورأيكم في هذه المملحات ولماذا مشترك في القناة تشترك في القناة مع تفعيل جارس هكذا به يوصلكم كل جديد اطهلوا لي في رواحكم لنا لقاء في وصفات اخرى ولكم سلام